السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة هنعمل معاكو طريقة عمل المخ بس بطريقة مختلفة شوية عن الترق العادية عملنا طريقة المخ بالبنيء استخدمت الفيجيتار والبيت طريقة سهلة جدا جدا ومش مكلفة بإذن الله هنشوف مع بعض الطريقة انا جبخ من عندي الجزار وبعد كده غليت مية ونزلت في ونزلته في المية وهحط حبة فلفل اسود وحبة ملح وهسيبهم بس هقلبها لمدة خمس دقايق بالزبط علشان المخ دايما بيستوه بسرعة يعني ملهوش سوى اصلا خمس دقايق بالزبط هتقلبي فيها في المية المغلية دي وبعد كده هتطلعي طريقة سهلة جدا جدا بإذن الله وإن شاء الله تجربوها وإذن الله تنقول أعجبكم هنعمل مع المخ بني في الغداء هنعمل مع حبة رز حبة وحبة وكمان هنعمل هنقطع معه طماطم أو ممكن تبدل طماطم بسطلطة ودي وجبة الغداء وجبة سهلة جدا وسريعة وبإذن الله مش مكلفة نهائي لا في الوقت ولا في المجهود بعد خمس زي ما احنا شفنا اهو طلعنا المخ آآ يعني مستوي تمام شايفين شكله بين عليه أصلا هو مستوي بس هو سخن آآ سخن شوية علشان أنا أصلا لسه حالان يعني مطلعة من المياه المغلية بعد كده هبدأ أجيب قطعة وهبدأ أن أنا قطع آآ مربعات مكعبات زي ما بتيكي علشان المخ من الصعب أن أنت تطلعيه استنبا واحدا هتطلعي جزء كبير وجزء صوير على حسب آآ التقطيع بتاعته دولة اللي أنا قطعتهم طلعوا كلهم زي بعض لكن في حاجات بردك آآ طلعت زي ده حاجات قليلة ولكن كله هيتبل وهيتعامل بالخلطة بتاعتنا النهاردة وهيبقى طعمه جميل جدا جدا حتيت حالة يبال على النار وحتيت حبت زيت وهنزل بشوية رز آآ هحمرهم كواس جدا وبعد كده أنزل بباقي الكمية وجبة سهلة جدا 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 كمان وسريعة وبإذن الله مش هتكلفك أي حاجة وممكن يعني حاجة تكسري بها روتين الخضار روتين أي أكل انتي آآ اتعاودت عليه كتير لكن الوجبة دي بتفصل ما بين الأكلات وأكلة سهلة جدا ومش مكلفة بإذن الله آآ أنا هنا عندكم لو شايفين إيدي آآ أربع بيضات آآ حطتهم وهحط حبة فلفل أسود وهبدأ إن أنا أقلب جدا 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 وبعد كده هيخد المخ اللي أنا صلقته قطعته هاخده حطه في البيت ومن البيت على البقصمات لو عندك بقصمات عادي لو عندك آآ فيجتار حر عادي لو عندك العادي عادي لو ما عندكيش أي حاجة من دول هتجيبي آآ لو عندك آآ فيه نو آآ نشف عندك حطيه في المايكرويف دي تبه الضبط إن هو يشمي النار وبعد كده آآ آآ فيجتار طريقة سهلة جدا وبسيطة وإن شاء الله تنقول لإعجابكم هبدأ إن أنا أنا كان عندي بقصمات آآ كنت أنا مشترية ما كنتش عاملاه وحطيت عليه البقصمات الفيجتار الحار وبدأت إن أنا أقلب تقليبتين كده وهاخد من البيت أحط في الفيجتار ومن الفيجتار على الزيت هنشوف الطريقة واحدة واحدة زي ما احنا بنعمل كده أنا هو هعطيها في البيت وهتطلع حمل البدعة بقصمات طريقة سهلة وإن شاء الله إن شاء الله تعجبكم لو قال المرة تشوفوا القناة بتاعتي انزلوا تحت اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وانا اتزلها ومستنيع رأيكم في التعليقات قولوا لي رأيكم بكل صراحة قد الرز بيتحمر وأنا بعمل الخلطة بعمل بتاع المخ بعد ما حطيته في البيت بإذن الله بإذن الله طريقة إن شاء الله هتعجبكم المخ ده يا جماعة ليه كزا طريقة في ناس بتسلقوا تمام وفي ناس آآ في ناس بتسلقوا وبتاكلوا كده عادي وتشوحوا في حب التوم وفي ناس بتعملوا ايه مش بتسلقوا خالص وبتعملوا زي البيت بمعلاقة سمنة بلدي وتشوحوا في معلاقة آآ سمنة آآ وخلاص تعملوا زي البيت يعني لكن أنا كل الكميات دي مش بتطلع معايا كمية كويسة إن هي ينفع بيت يكن منها مش بتطلع كمية كبيرة اللي هي الحاجات دي اللي أنا بقول لكم عليها اللي بيتشوح واللي بيتسلق مش بتطلع كمية كبيرة إن انتي تكل وتشبعي منها وياكل بيت كامل لكن اللي هي الخلطة اللي هي بالفيجيتار دي بتطلع للكمية كويسة جدا جدا كمان إن انت تكل يعني لو انتم فردين هتاكل وتتغدي وتتعشي منها. لو مسلا بيت كبيرها يعني هتكفيكم بصراحة. آآ يعني دي وجبة ممكن لطمن افراد آآ بالبنيه دي بتبقى طعمها تحفة جدا جدا. وباذن الله باذن الله تنول اعجابكم. انا حطيت طاصة فيها زيت سخن وبعد كده نزلت المخ بنيه اللي انا عملته. وهبدأ ان انا قسبها مش هينفع ان انا نقلف فيها دلوقتي خالص. انا طبعا لما عملت عملة تسريع للفيديو. فطبعا اول ما هتحطي مش هينفع تقلبيه. لكن بعد ما تحطيه ويبقى لون وذهبي هتبدأ ان انت تقلبي. حطيت مكعب مرأة وروح تحت نزلت بالمية المغلية على الرز بتاعي. وهبدأ ان انا اطلع البنيه اهو. شايفين لونه اللون الدهب الجميل جدا. وطعم وطحفة. هو بس مقرمش من بره وطاري من جوه. حاجة جميلة جدا وريحة طحفة. هحط باقي الكمية. واده الرز بتاعي خلاص هبدأ اقلبه وهبدأ ان انا آآ اوطي عليه. ادي البنيه المخ بنيه بعد ما خلص خالص. شايفين الكمية. شايفين شكله اصلا سبطلو لكم الصورة عشان تشوفوا شكله. شكله جميل جدا جدا. واده الرز بتاعي احنا انتهينا منه. هبدأ ان انا اطلعه بقى على الصفرة. شايفين الرز حبة وحبة وشكله طحفة جدا جدا. قطعت معايا كده طماطم علشان يبقى يفتح النفس ويبقى شاهي. والطماطم دي تحل محل الصرطة. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. وباذن الله تعجبكم. لو اول مرة تشوفوا القناة انزلوا تحت وفعلوا الجرس. واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وشكرا جدا 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 للمشاهدة. وربنا يا رب يكرمنا وكرمكم وبعودة الايام. كل سلام حضراتك طيبي. معاسترم. قطعة. 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 ترجمة نانسي قنقر